السلام عليكم اليوم نحكيكم على مجموعة من المنتجات من ماركة اسانس جربتها في الفترة اللي فاتت عندي اخترت زوس بالاتات من مجموعة الميني بالاتات اللي خرجتهم اسانس هما تقريب فيهم ستة ألوان اخترت البالات هذية كما تشوفوا جاية ألوانها على الليلة والتوب اسمها I like to move it move it والبالات الثانية اسمها Dancing Green اسانس استوحات الأسامي بتعليه بالات هذوما من أغاني معروفة البالات كما تشوفوها هي حجمها صغير وجاي معاها مريا تتكون من ستة شادوهات ثلاثة فيهم لمعة وثلاثة الأخرين القوامة متاحهم مات لكن اللون الأفتح لون فيهم الكل اللي هو جاي على Off White لون فيه شوية هكا نوعا ما من اللمعة نكخي شوية يعني الألوان ان كان في البالات هذي أو البالات اللي بيش نحكي عليها مبعد هي باردة البالات هذية نجمو نعمل بها سموكي مزين برشة الألوان اللي فيهم لمعة دمجهم واستعمالهم سهل الألوان اللي أو الشادوهات اللي جايين أكثر علمات لأنه ألوانهم بالأساس فاتحة فممكن انه يستحقوا أكثر ما تبقى بشلون يكون بارز أكثر لكن إجمالا الجودة متاع الشادو حلوة وبصراحة يعني ممكن من أحلى البالات اللي جربته من مركة إيسانس بالتحديد البالات الثانية هي اللي جاي ألوانها على الأخضر درجات من الأخضر والكاكي وفيهم ألوان كيف كيف ثلاثة ألوان فيهم لمعة والألوان الأخرين هما مات الفنش متاحا الحاجة اللي عجبتني في الليميني البالات هذيما هو أنهم مناسبين حتى للإستعمال اليومي يعني صحيح فما ألوان فيها لمعة لكنها لمعة مشقوية برجة يعني اللمعة الساتينية أكثر منها لمعة الجليترز فهي مهيش مزعجة لو أنتم تحبوا حاجة يعني سموكي لكن ممكن أنه نستعملوه يعني بطريقة سهلة برجة شادوهات الدوم ومعانا مدة على العين وسعرهم سعر البالات يعتبر زادة في المتناول المنتج الثاني الذي نحكي لكم عليه هو الكونسيلر من الماركت اسنس اسمه سكين لوفينج سنستيف هو مجعول للبشرات الحساسة فيه لالوي فيغا هو التكستور متاعه سهلة القوام بتاعه خفيف مش تلقيل على العين استعمالوا ودمجوا زادة سهل الكونسيلر هذا متوفر في درجتين فقط انا اخترت الدرجة الغامقة الميديم اسمها صراحة بالنسبة للتغطية متاعه التغطيته هي خفيفة المتوسطة يعني لو عندكم هيلات وهيلات برزة برشة الكونسيلر ما يغطيهاش حسيتوا أنه مناسبة أكثر للبشرات اللي ما فيهاش برشة مشاكل ما فيهاش ما عندهاش هيلات انا بصراحة عندي الهيلات وعندي الخطوط او التجعيد تحت العين ما فيهاش كونسيلر او كريم اساس في العالم لو عنا تجعيد بشيخ فيها كليا مستحيل لكن فما متجايد ساعات تزيد تبرز المشاكل هادومة والخطوط هادومة هده مش من نوع اللي يبرزها بصيفة كبيرة اخر منتج هو لغو جلاف اللي اسمه Hydrating Nude هذي الدرجة متاعه 302 هو متوفر في 3 درجات انا اخترت الدرجة المتوسطة هو يعطي ترتيب الشفايف ويقرب في القوام متاعه المرتب الشفايف اللي فيه لون اكثر منه احمر شفايف لنك فيه لمعه يعطي ترتيب ومرتاح برشا على الشفايف لكن ممكن يكون خفيف برشا بالنسبة لبعض الاشخاص انا بصراحة خفيف خفيف فا استعملت لبلاينر كي نحدد الشفايف ويقوم بترتيب والغيوزلتات احلاء كيف كيف نحبت النقص من المعه جربت اني نستعمل اللوز بودر واتخرجت النتجه مزينه برشا والدرجة وهم ترتيب مزين بوات غوز بني على زهري يصر حلو هذي كان رأي في منتجات اساس كان عجبتكم الفيديو وما تنسيوش تحطوا لايك تعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناة انا نشكركم كالعادة على المشاهدة ونقولكم شانا نطلقاوه في الفيديو الجاية